اشتركوا في القناة المبادرات الاستثنائية التي تصب في مصلحة كافة الاطراف وبرؤا وتطلعات لم يكن هدفها الا تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة بقيادة سيد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وبدعم من سيد صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وبمؤازرة من سيد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء ونحمد الله على ما وفقنا به لتحمل المسؤولية وضمان سلامة وأمن المواطنين بشراكة وتعاون مع كافة الجهات وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية على ما تليه المحافظة الجنوبية من أولوية بالغة الأهمية في ترجمة المبادرات ذات الأبعاد الإنسانية لتخفيف الأعباء على المواطنين من جميع النواحي وهو المرتكز الذي انطلقت من خلاله المحافظة في إلغاء مبالغ التأمين هذا الموسم إيمانا منها بأحقية المواطنين في الاستمتاع بأجواء آمنة مستقرة دون قيود أو أعباء تحد من الهدف الرئيسي الذي تتطلع له المحافظة من الموسم وثمن سمو شيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية توجهات مباشرة من لدن معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية الذي كان لها الأثر البارز في نجاح الموسم وكذلك جهود مديرية شرطة المحافظة الجنوبية وكافة الجهات الأمنية الأخرى فقد شهد الموسم خفاضا ملحوظا في عامة القضايا الأمنية وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية عن انتهاء موسم البر لهذا العام اعتبارا من يوم الأثنين الخامس من شهر مارس الجاري داعيا سموه المخيمين ومرتدي البر ضرورة الالتزام بالشروط والإرشادات المتعلقة بالإزالة والتقيد بالإجراءات المعمولة تحقيقا لتسهيل عملية إخلاء مناطق البر وحفاظا على طبيعة ونظافة البر وسير العملية التنظيمية ترجمة نانسي قنقر